اشتركوا في القناة ابقته في صدرتي الترتيب العامة فيما وصل رصيد الحالة الى النقطة الحادية عشر هذا وتمكن فريق المنامة من الفوز على جاره النجمة بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد النادي الاهلي ليصعد المنامة للمركز الثالث بعد ان رفع رصيده الى 16 نقطة فيما ظل النجمة على نقاطه التسعة السابقة من جهة اخرى تغلب فريق الحد على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد في ثالث مواجهات الجولة العاشرة وقع لاعب منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم اسماعيل عبداللطيف عقدا لانتقال بموجبه للعب مع نادي السنية الكويتية لمدة موسم رياضي واحدة واعلن النادي الكويت في موقعه الرسمي على شبكة الانترنت يوم امس خبر التعاقد الرسمي مع اللاعب الوحراني وبدأ عبداللطيف موسمه مع نادي النهضة السعودية لكنه فسق عقده معه قبل ايام قليلة ينتقل رسميا الى النادي الكويتية ابرم نادي الاهلي اتفاقية رعاية مع شركة فاستلينك الاماراتية لدعم الفريق الاول لكلة السلة في النادي خلال الموسم الجاري وذلك بحضور عددنا من اعضاء مجلس ادارة النادي ومسؤولية الشركة في مقر النادي في المحوزة حيث تأتي هذه الرعاية ضمن الاهتمام الكبير والذي يوليه القطاع الخاص لدعم الرياضة البحرينية من اجل الارتقاء والنهوض بها الى اعلى المستويات اولا النادي الاهلي من اعرق نوادي في بحرين وثانا شركة فاستلينك معروفة ومن احسن الشركات اللي ترعي النوادي وتشجع الرياضة في مملكة البحرين وان شاء الله يكون هذا الرعاية مو بس للكرة السلة وان شاء الله للرياضات الاخرى وانحنا حاضرين في جميع الرعايات ان شاء الله اشتركوا في القناة